لماذا ننسى الإحلام بعد الاستيقاظ من النوم؟ توسلت دراسة جديدة أجراها المعهد الوطني للإترابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة إلى السبب الذي يجعلنا ننسى الإحلام بعد الاستيقاظ من النوم وقال الكاتب فرانس سانشيز بيكيرل في تقريره الذي نشرته صحيفة الكونفيدونسيال الإسبانية إن بعض الناس يشعرون بنوع من الغضب أحيانا عندما يحاولون التذكر الإحلام التي شاهدوها أثناء النوم من أجل إخبارها للأصدقاء ولكنهم يعجزون عن تذكرها حتى ولو مر عليها فقط نصف ساعة أو ساعة ويبقى السؤال المحير فيما يتعلق بهذا الشأن هو ما الذي يجعل عقل الإنسان قادر على خلق هذه الأحلام ومن ثم القضاء عليها وقد دفعت هذه الحيرة العلماء إلى إجراء دراسة جديدة تحت إشراف المعهد الوطني للإترابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة الأمريكية أضاف الكاتب أن العلماء توصلوا إلى أن نسيان الأحلام يعود أساسا إلى مجموعة من الخلايا العصبية التي تعمل أثناء النوم لتطهير عقل الإنسان من ذكريات غير الضرورية من جهته أفدت توماس كيلدوف مدير المركز الدولي للعلوم العصبية في كاليفورنيا المشرف الرئيسي على الدراسة أنه خلال مرحلة التراب نوم حركة العين السريعة تراقب هذه الخلايا العصبية المخ خلال دخول مرحلة معلومات جديدة إليه بعد قضاء ليلة تملأها الأحلام حركة العين السريعة وتعتبر مرحلة التراب نوم حركة العين السريعة من مراحل النوم التي يقود بها الجسم كل ليلة وتحدث هذه المرحلة بعد 90 دقيقة تقريبا من النوم وتتميز بحركات العين السريعة وزيادة معدل ضربات القلب ومواجات الدماغ الناشطة فضلا عن الأحلام وأردف الكاتب أن العلماء وجدوا أدلة تشير إلى أن هذه الخلايا قد تلعب دورا في تعلم ذاكرة وعلاوة على ذلك تحر الباحثون الدور الذي تلعبه هذه الخلايا في الاحتفاظ بالإحلام والتخزين في الفترة التي تلي تعلم شيء جديد وذلك قبل تخزينه المعلومة الجديدة أو توحيدها في الذاكرة الطويلة المدى أو كما نقال رام وروم ونبه الكاتب إلى أن العلماء صلتوا الضوء على مدار أكثر من قرن خلال الأبحاث التي أجروها على الضور الذي يلعبه النوم في تخزين الذكريات وفي الأثناء أظهرت العديد من البحث أن النوم يساعد الدماغ على تخزين ذكريات جديدة في حين أثبت شق آخر من الباحثين ومن بينهم فرانسيس كريك مكتشف التركيب الجزئي للحمد النووي أن النوم ولسيما في مرحلة اضطراب نوم حركة العين السريعة يعد توقيت المثال الذي يقوم فيه الدماغ بحذف المعلومات الزائدة أو نسيانها وذكر الكاتب أن الدراسات الحديثة الأخرى التي أجريت على الفئران أثناء النوم أثبتت أن المخ يزيل تلقائيا الوصلات العصبية المتشبكة بين الخلايا العصبية المشاركة في أنواع معينة من التعلم أثناء النوم بما في ذلك مرحلة اضطراب نوم حركة العين السريعة وعموما لم تثبت أي الدراسات إلى الآن كيفية حدوث ذلك وأورد الكاتب أن مديرة المعهد الوطني للإضطرابات العصبية والسكت الدماغية جانيت هي أفادت بأن فهم دور النوم في النسيان يمكن أن يساعد الباحثين على فهم أفضل لمجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالذاكرة مثل اضطرابات ما بعد الصدمة ومرض الأزهر وتابعت جانيت حديثها قائلة توفر هذه الدراسة الدليل أكثر دقة على أن الطراب نوم حركة العين السريعة يمكن أن يلعب دورا في الطريقة التي يقرر بها الدماغ الذكريات التي سيخزنها السلام عليكم ورحمة الله